تشاركت الصين والدول العربية في بناء الحزام والطريق بجودة عالية في عام 2021 من أجل بناء طريق حرير متميز بالكسب المشترك والخضرة والابتكار تبقى الصين أكبر شريك تجاري لدول الشرق الأوسط أما دول الشرق الأوسط فهي أكبر موارد النفط الخام للصين شهد التعاون العملي بين الصين والدول العربية نقاطا بارزة عديدة حيث عمل الجانبان يدا بيد على إنجاز أعلى مبنى في إفريقيا وأكبر محطة توليد للكهرباء بالطاقة الحرارية في العالم والأوائل العديدة الأخرى مما عاد بفوائد ملموسة على السكان المحليين استفادت الشركات العربية من الفرص التجارية المتاحة في معرض الصين الدولي للاستيراد ولمست المغناطسية لانفتاح الصين حيث لقيت الزيوت العطرية والصابونات السورية والسجائد العربية والمأكلات السعودية والحرف اليدوية العمانية إقبالا كبيرا لدى الجميع المعرض الدولي الصيني للاستيراد فرصة جيدة جدا أن نحن نطور العلاقات بين دولة المارات العربية المتحدة والصين الصين والدول العربية تعملان يدا بيد على مواجهة تغير المناخ والتحول للطاقة وتعملان بنشاط على التعاون في مجال الطاقة الشمسية والطاقة النواوية وغيرهما من الطاقات النظيفة وتدفعان بتنويع هيكل الطاقة وتدفعان القدرة على حماية البيئة وإدارتها وتبدلان جهودا مشتركة لبناء طريق الحرير المتميز بالخدرة نحن نحن نعرفهم لأنهم يفعلون الكثير لتساعدة المناخ وشكرا لك تتعاون الصين والدول العربية بنشاط في مجال التكنولوجيات الحديثة والمتقدمة وجهود مشتركة لبناء طريق الحرير المتميز بالابتكار تعمل الصين والدول العربية على التعاون القائم على الابتكار في مجالات الزراعة وتكنولوجيا المعلومات والفضاء والطيران وغيرها بما يساعد في تعديل الهيكلة الاقتصادية وتحولها وترقيتها للدول العربية إنعنوات في تعديل الهيكلة في التكنولوجيات في قبولها في النجاح في الهيكلة في مجالات ومجالة في الناس إلى الطريق التعاون في بناء الحزام والطريق بجودة عالية في المستقبل بما يجعل الحزام والطريق طريق التعاون لمواجهة التحديات عبر التضامن وطريق الصحة لحماية الصحة وسلامة الشعوب وطريق الانتعاش لإعادة النشاط على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي وطريق النمو لتوظيف الإمكانيات التنموية بما يحقق السعادة للشعب الصيني وشعوب الدول العربية